هل يكفي التطعيم ضد كوفيد ناينتين لخلع الكمامة؟ هذا هو السؤال الذي أجابت عليه منظمة الصحة العالمية فقالت أنه من حصل على جرعة اللقاح فإن ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي أمر ضروري لحمايتهم من متحور دلت الجديد مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ماريا سيمو قالت بصريح العبارة أن اللقاحات وحدها لن توقف انتقال المجتمع وقالت سيمو خلال مؤتمر صحفي من مقر منظمة الصحة العالمية في جينيف أن الناس بحاجة إلى الاستمرار في استخدام الكمامات والتواجد في أماكن جيدة التهوية والحفاظ على نظافة اليدين والالتزام بالتباعد وتجنب الزحام وأضافت لا يزال هذا الأمر مهما للغاية حتى وإن تم تطعيمك لأن انتقال العدوى عبر المجتمع مستمرة وتتعارض توصيات منظمة الصحة العالمية مع ما قاله مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة وهو أن الأشخاص الملقحين بالكامل يتمتعون بدرجة عالية من الحماية وتظهر البيانات الرسمية في الولايات المتحدة أن البلاد في وضع أفضل مما كانت عليه قبل ستة أشهر في حربها مع وباء كورونا إذن خفضت الإصابات والوفايات بشكل ملحوظ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر